فلا يعتمد عليهما في شيء ولا يسكن إليهما وساء سبيلا أي ساء طريقا طريق الزنا ساء سبيلا ساء طريقا من سلك هذا الطريق العظيم الذي به اختلطت الأنساب وكثرت الجرائم وسودت الدنيا في وجوه أصحابه ولم تختص الذكور بالإناث فأصبح الناس الذين يرتكبون مثل هذه القبائح من أرض للحيوانات أو أضل كما قال مولانا فالحيوانات هي التي لا تختص ذكورها بإناثها نعم إنه كان فاحشة ومقتع وساء سبيلا أيها الأحباب الكرام أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أيها الشباب أيها الشابات من أعظم ما يرتكبه الإنسان في حياته بعد الإشراك بالله تعالى أن يرتكب جريمة الزنا فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن الهيثم بن مالك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم ذنب بعد الشرك بالله تعالى نطفة يضعها رجل في رحم لا يحل له وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أي الذنوب أعظم قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي شريكا قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك أي أن تزني بحليلة جارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغيار من الله أن يزني عبده أو تزني أمته أيها الأحباب الكرام أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات لا يقدم على هذا الفعل الشنيع إلا من امتسخت بصيرته وفقد عقله الذي يفكر به والديوس الذي يقر السوء في أهله ومجتمعه لأنه من زنى بعرض الناس زني بعرضه ولو على جذار بيته ولو بعد حين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول عن نفسه هذا الرجل قال عن نفسه أتيت رسول الله ولا الزنى أحب إلي من كل شيء يعني الزنى أحب إلي من كل شيء فأتيته وهو في المسجد فقلت له يا رسول الله ائذن لي في الزنى ونحن في المجتمع الآن يريدون أن يأذنوا لهم ويسرحوا لهم الزواج بالرجال بالرجال والنساء بالنساء ونسأل الله العظيم حساب الحيوانات هذا يريدون أن يصلون إليه أكثر من قومي لوت نعم ائذن لي في الزنى فقال صلى الله عليه وسلم له ألك أم قال نعم لأم قال فهل ترضاه لأمك قال لا لا أرضاه لأمي قال صلى الله عليه وسلم له فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم ثم قال ألك زوجة قال نعم لزوجة قال أترضاه لزوجتك قال لا أرضاه لزوجتي قال فإن الناس لا يرضونه لأزواجهم قال ألك أخت قلت نعم لي أخت قال أترضاه لأختك قال قلت لا قال فإن الناس لا يرضونه لأخواتهم ثم ضرب النبي على صدري صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حص فرجه واهدي قلبه واغفر ذنبه فقال فخرجت من عند رسول الله ولا الزنا أبغض إلي من كل شيء هذا الطبيب صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ودعا له اللهم يا أرحمة الرحمن اللهم استجب دعاءنا اللهم حصن أولادنا وبناتنا يا أرحمة الرحمن والتبين فيما جرت به المقادير هكذا عندما يريد الإنسان أن يقدم على فعل فعاليه أن ينظر في عواقبه شكرا للمشاهدة للمشاهدة